فن الكوميكس ايه هو فن الكوميكس؟ هو فن كتاب بيبقى عبارة عن قصص مصورة عبارة عن صور ويبقى فيه تعليقات زي ما كنا دايما بنشتري ونقرأ مجلات سمير وميكي والحاجات دي معايا الضيفي في الفقرة دي هو واحد نموذج من الشباب اللي نزل ميدان التحرير وكان آآ مظلوم من النظام السابق كثيرين طبعا اللي نزلوا في ميدان التحرير آآ يوم خمسة وعشرين يناير وكان مظلوم وكان مستق من النظام السابق نزل وقال مش هنمشي هو يمشي كتير سمعنا الكامتين دول في ميدان التحرير في خلال السنة اللي فاتت لغاية ما ان رئيس السابق حسن مبارك تنحى او طلع من الحكم بنظامه ضيفي نزل ميدان التحرير وهو معاه كاميرا فوتوغرافية وابتدى يصور نبتدي نشوف ونعرف منه هو وصل لإيه لدرجة آآ انه آآ اللي وصل له غير تقريبا مجرى حياته ويمكن يغير مجاله تماما ويبتدي آآ آآ يبقى ماشي في سكة تانية غير اللي تخرج منها الجامعة اللي تخرج منها او العلم اللي هو آآ آآ اكتسبه آآ معايا ضيفي لأستاذ احمد فودة صاحب كتاب البوم الثوار الابطال صباح الخير يا فن صباح نور يا فن صباح خير يا عمد صباح نور آآ احمد انت آآ عملت كتاب اللي هو البوم الثوار الابطال بالنظام الصور او قصص القصص المصورة آآ احمد آآ اولا انت يوم منزلت يوم خمسة وعشرين يناير السنة الخمسة وعشرين اللي فات دا لأ اللي قبليه اللي هو صورة خمسة وعشرين يناير كنت نازل عشان ايه اساسا والله انا كنت نازل طبعا انا كنت احد الناقمين على النظام طبعا بس انا ما كانش ليا صوت في اي في اي حزاب سياسية او حتى ليا معرفة بالاحزاب او باي حاجة باي حاجة في مجال السياسة عموما تمام فنزلت تأثرا بالناس وتأثرا بمشاهد شفتها على الجزيرة دا اللي خلاني انزل يعني انا حتى يوم خمسة وعشرين يناير نفسه ما روحتش من داية التحرير نفسه نزلت من داية الجيزة فشفت بقى يعني طلق كتير وخرطوش وحاجات زي كده طبعا انا كنت فكر دا كله طلق حي وحاجات فكرت الناس دي ماتت يعني الناس اللي كانت موجودة دي انا قلت اكيد ماتت من كمية الدخان والطلق الحاجات في الارض دي فاتأثرت جدا يعني وبعد كده اتلاعت اتفرج على الجزيرة وتاع شفت المشهد اللي هو بتاع ضرب النس وهي بتصلي بالميا دا برضو من احد المشهد اللي خلاني انزل على طول اروح على التحرير اي انت ما نزلتش يوم 25 انت نزلت بعد يوم 25 نزلت يوم 25 بس مدان الجيزة ما روحتش مدان التحرير بعد كده نزلت بعد المشهد اللي قلت لك عليه دوت فازلت بقى ايه في مدان التحرير اتصبت يوم 29 يناير اه اتصبت ازاي بقى اقولي انا زي محدودتك قلت كنت نازله معي لكاميرا انا الكاميرا دي صديقة يعني اي حتة اي مكان بروحه لازم معي الكاميرا كويس بحب التصوير جدا يعني انا التصوير من وجهة نظري هو ادك وسيلة للتوصيق الالكتروني كويس ايه والصوره ما بتكذبش فات قلت طبعا كلنا كنا سمعين انا مليش طبعا في سياسة زي ما قلت لك فكت زي زي اي حد أسامع الناس دي ابضة الناس دي كنتاكي الناس دي مش هارف ايه قلت لازم انزلت اصور الكلام ده اشوف يعني بحب انا وصك الاحداث عن متى فنزلت اصورت كل حجة ولا لقيت كنتاكي ولا لقيت أي حاجة من الحاجات دي خالص ولاقيت ناس جميلة جدا يمكن مش عايز أقولك يعني كان الواحد ابتدى يزهق من النفاق اللي بيشوفوه لقيت ناس جميلة جدا ناس غيرت لنا مجرى والله آه والله يعني أنا بالذات في الثمانتاشر يوم دول حبيت المصريين اللي كانوا في مدان التعريق فقعدت صورت ناس كتير وصورت الميدان كل بيت أصور أي حاجة يعني أي حد حتى أشوفه كده طب أصورك طب كده يعني وبصور الميدان بقى بصور الهتافات ومرة واحدة حصل الضرب يوم 29 يناير بشارع محمد محمود ده ولقيت ناس طلع شايلينهم بيقولوا مقتلين وطبعا مضروبين فعلا وسحين في دمهم وراحين بيهم مع الجامعة فده استفزني خليني أدخل الشارع أعدت أصور 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 واندمجت الحد ده ما وصلت الحد يمكن أرقور بوزارة الداخلية خالص وطبعا كان فيه ناس كتير بعد كده بفجأة لقيت كله أنا الواحدي لقيت كله مندمج فواحد كان وقفني وقال لي صور ده كان ناس اللي قتل للناس اللي كانوا متشالين دول ففضلت مستنيه وروح تم صوره فعل صورت صورة موجودة حتى في الكتاب بعديها وانا بصوره كان فيه فرقة فتحت كده أمن مركزي جالي منها ظابط يعني هو كان لابس مدني بتصور اللي كان بيأمرهم كان بيأمر عساكر الأمن المركزي فأنا ظابط أورد بايع فهددني بالسلاح بتاعه وانا كنت شايفه في الأول صورته على فكرة برضو يعني هو كان بيطلع السلاحه وانا بصوره حددني يقول لي هقتلك هقتلك حتى الكاميرا سيبته ديته ظهري وسبته ومشيت فرح شد أجزاء السلاح وقال لي هقتلك برضو بعد كده طول الأمن من مركزي الجراءه شوية لما لويني لوحدي راحوا داخلين علي نازلين فيها ضرب بالواصيان طبعا أنا كان أهمي الكاميرا أهم حاجة بحميها عشان ما تجيش عليها خطة وكده فخدت ضربة على دماغي كمان أحمد انت دارس ايه او بتشتغل في ايه او في اي مجال انا بشتغل في مجال تكملوجيا المعلومات انا اساسا بكلوس تجارة وبعد كده حصلت على الام سي سي اي من هندسة الكاهرة دي شاهدات دولية في هندسة النظم الشبكات ميكروسوفت سيرتفايت سيستم انجينير وطالب دراسات عليا كمبيوتر ساينس علوم حاسم في البحرية امتى ابتدت الفكرة بتاعة ألبوم الثوار الأبطال امتى ابتدت بعد ما سبت الشغل سبت الشغل بعد الخلع مش مسميتها ناحية سبت الشغل ولقيت معي السور دي مش عارف اعمل فيها ايه فانا كنت بحب قصص الكوميكس وانا كنت مرش في قسم تصيير ومنتاجي على موقع الكوميكس اسمه كوميكس جيت فجات لي فكرة الكصص الكوميكس ازاي محادتك قلت هي الكصص المصورة اللي هي بتعتمد في سرد أحداث على بلونات المحادثة وعلى أسلوب شيء جدا في الحوار وكلمة كوميكس يعني جاية من كوميدي فالتعليقات لازم يكون فيها شوية اسقطات كوميديية وسياسية ومن وقع الأحداث وكده فجات لي فكرة انا قلت ليه الكوميكس ازاي ما احنا عارفين كل أبطاله خياليين سوبرمان وباتمان وميكي كل هزي الأبطال مرسومين من خيال الفنان شخصية بيختلقها وبعد ما بيختلقها بيرسمها وبيقلف لها قصة لقصة في حد ذاتها كمان خيالية فانا قلت ليه ما يبقاش قصة حقيقية وليه ما يبقاش الأبطال بدل ما هم مرسومين يكونوا حقيقين ومتصورين الفكرة كلها ان انا حاولت ادور على طريقة احول الصور اللي انا مصورها دي شبه الكرتون حالو بحيس انها هتدي نفس الايحاء بالزبط بتاع القصص الكوميكس سازة غدا المخرجة لو امكن ان احنا نقدر ننزل شوية صور من الصور اللي عام معنا بحيس ان احنا نشرح عليها اكتر اه طيب دلوقتي الصور انا حاسس ان هي انت عمل لها او فلتر كده بيديني الاحساس ان هي كأنها رسمة بالزبط صح? بالزبط اه ده ده انت قصده? اه ده انا قصده علشان ادي احاق للقارق ان هو يتخيل ان هو بيقرأ قصة كوميكس وان الشخصيات دي زيها بالزبط زي الشخصيات الابطال بتوع قصص الكوميكس لان قصص الكوميكس زي ما احنا عارفين كل شخصياتها ابطال كويس سوبرمان بطل خارق باتمان بطل خارق كل هزي الابطال فانا كان من وجهة نظري الصور دول ابطال خارقين حلو فحولتهم لقوميكس عن طريق برامج التو دي والجرافيك زي الفوتوشوب وما الازالي وضفت كمان ليهم بلونات المحادسة بالزبط زي نظام قصص الكوميكس حد ساعدك في انك انت تحط التعليقات الكوميديا او اللي هي البلونات اللي انت بتكلم عليها لا التعليقات والبلونات والحاجات دي كلها دي كلها من تأليف بس تأليف وصائقي على فكرة يعني حتى الكومينتس دي حقيقية يعني شوف التصورة حقيقية والكومينتس كمان حالي لانا كنت عايش معاهم واغلب الناس انا اشتسمحهم بيقولوا ايه وبيعملوا ايه بس كنت كل اللي بعملوا بعيد سياغة الحوار وبقلب شوية تأليف كوميدي كده على الحوار الاصلي بتاحهم بحيث ان هو يبقى حتى التأليف وصائقي ويبقى الكتاب ده وصيقة وعلى فكرة الكتاب ده كمان وصيقة ايدانة في قضية في قضية قناصة الداخلية وحبيبي العدل والنازل يعني زي ايه صور كانت يعني فيها ايدانة زي ايه صور زي صور الامن المركزي وهو بيدرب بيدرب الخرطوش على الناس او النار على الناس والدخان والحاجات الدخان والدخان والكلام ده زي صور هتلاقي هل بالفعل ادارة من الادارات او النيابة او قدمت الصور يعني استخدمت الصور دي طبعا الصور دي حرز في قضية القرن محاكمة الرئيس السابق وتم تقدمها للمحامي العام هي سبعمائة واحد واربعين صورة اخرى منهم الزابط اللي كان هيئتني سلاح والحي وصورة القرناص برضو كل ده انا مقدمه في القضية رسمي بشكل رسمي انا شايف هنا مكتوب على الغلاف العدد الاول تمام يعني معناه ان كنا في اعداد تاني المفروض اه ان شاء الله في اعداد تانية لان انا عملت كل ده على تكلفة الشخصية طب احكيلي بقى الرحلة بتاعت انك انت معاك صور و جات لك فكرة ان الصور دي حنعملها كتاب كوميكس و نحط البلونات و نعمل بداية من انها فكرة لغاية لما وصلت بقت كتاب يعني مرت بايه لغاية لما هل انت مسلا رحت لدار نشر معينة حدت لها الفكرة هل عملت ايه رسلت بالفكرة دور نشر كتير جدا محدش رد عليها خلص لان كتاب كنت انا عايزه بالالوان و كده وتكلفته كتعليه فمحدش عنده استعداد ان هو يكلف اي حاجة في اي حاجة فكان في دماغي برضو قلت لازم اعمل الفكرة دي ان الفكرة لم تنفذ على مستوى العالم لان انا عملت عنها سيرش قبل ما عملها ما الاتهاش تنفذت قبل كده خلص ده اول عمل كوميكس وصائقي بابطال حقيقيين في العالم لان كمان الصور عشان انا اللي مصورها وعارف اماكنها فين بالزبط كاتب تواريخها وده العمل الوحيد اللي نزلوا الصورة بالتاريخ بتاعها نعم فا وكلها حصرية لم يتم ازعادها في وصيلة من نوساء الاعلام انت مستعنتش باي صور اخرى من مصور اخر انت كل دي صورة نهائي كل دي صوري انا الحصرية مفيش اي صورة جاية من اي مكان اخر غير كاميرا بتاعتي ابتديت ان انا استعيم مثلا بالناس تكنيكا لشوية زي مثلا لي صديق اسمه احمد عبدو مهانس احمد عبدو ده ساعدني برضو بان هو اداني اداني شوية معلومات عن الكوميكس اكتر واهداني المقدمة صديق تاني صمم لي الغلاف الاصدقاء اللي في بعض الاصدقاء ساعدوني بالفلوس بتاعته كمان يعني انا كان على تكلفة شخصية ووليا صديق او اتنين كمان ساعدوني بالتكلفة بتاعته وصممت ان انا عمله وروحت طبعته وعملته وكانت رحلة التوزيع بقى رحلة يعني صعبة جدا برضو انت برضو يعني انت طبعة ده على حسابك اه والناس صحابك سلفوك ولا دولك يعني هترجعونهم فلوس ولا لا اه لا طبعا ان شاء الله ان شاء الله هو على فكرة الحمد لله الكتاب بالوقتي من اكتر الكتب ما بيعاني ماشاء الله الحمد لله طيب وبعد كده جيت بقى في مرحلة التوزيع اه عملت ايه كان عذاب بقى تاني خالص مختلف نهائي اه يعني اكتشفت بقى قصة التجارة شوية في الموضوع ان هم الموزعين والناس بيبقوا عايزين نسبة عالية وانا كنت عايزة اعمل الكتاب بهم الشبح للأسر الشهداء وجماعات الخارجة اه شفت الناس فقدت متأسر جدا باللي شفته بصراحة يعني فانا يعني هو هدفي مش تجاري فيه يعني انا مش هدف فيه الرب فانا عايز بسير رخيص فاكتشفت قصة ان الموزع بياخد نسبة كبيرة بالاضافة لنسبة المكتبات اللي هتبيع نفسها بالاضافة لان فيه اساس الرسمال فيه يعني لقيت العملية صعبة ان انا فقلت لا انا هوفر كل ده وهنزل لوزعه بنفسي كويس وانزلت كنت بالفع المكتبات بنفسي والحمد الله كان بيلاقي اقبال كبير جدا كل ما بيروح المكتبات بعض المكتبات طبعا كانت بتطلب برضو نسب عليها وكده قدرت اوصل للمراكز الكبيرة اللي هي بتوزع عن طريق انا كان اول خبرة ليا في الموضوع خالص كل ده جيه عن طريق ان انا كنت بامشي بنفسي الف على المكتبات واسأل هنا واسأل هنا واسأل هنا تعبت جدا نصمم انك انت حلمك يتحقق طبعا يعني انا مش عايز اقول لها دك ده اخد شغل مني قد ايه ده اخد اكتر من ست شهور او اكتر ست شهور حلو اوي فكنت مصمم جدا ان انا انزل الكتاب ويبقى في كل مكان قدرت اوصل الحمد لله للمراكز الكبيرة بتاعت التوزيع زي اخبار اليوم فجئت مندير تسويق جميل جدا استاذ صاروة محمد سعيدني بان هو يوزع للكتاب في كل انحاء الجمهورية عن طريق منافس اخبار اليوم وصلت للشروق برضو لقيت استاذ جميل جدا استاذ مصطفى الفرماوي سعيدني جدا ان هو يوزع للكتاب في كل مكتبات الشروق مكتبات الف في كل مكتبات الف الهيئة العامة المصرية للكتاب الكتاب نزل اول معرض في رمضان وحقق مبيعات ممتازة من برضو عدم خبرة يعني برضو كل ده كان بالصدفة مش باشي لقيت معرض الكتاب دخلت عليهم معرضت عليهم الكتاب عجبهم جدا طب احمد وزارة الثقافة يعني انت سجلت الكتاب ده سجلت الفجرة يعني الكتاب سجلته كرقم اداع في دار الكتب رقم اداع في دار الكتب وزارة الثقافة كنت نفسي اسجل الفكرة دي كفكرة اول مرة تنفذ على مستوى العالم تمام روحت وزارة الثقافة الفكرة مش مجدولة عندهم. اه. ما عندناش من ده. مفيش من ده بالزبط كده. بالزبط بالزبط نفس التعبير. تمام. فجيت على وجههم اصلا باستغراب. يعني طب ده ايه ده قصة? ولا ده سور? ولا ده ايه? مش فاهمين. اه. فقلت لهم ده فوتو كوميكس فكرة اول مرة تتنفذ. فلازم مش هتلاقوها متجدولة عندكم. انا عايز اسجلها على انها هقم الكية فكرة هي حاجة جديدة ما تعملتش. تمام. فطب تعالى بعدين طب تعالى تكون مديرة جات كده. اما روحت تاني طب قالوا لي لا ده مش هنعف مش هنعف نسجله ان ما عندناش حاجة زي كده. كويس. تروح بيه فنون تشكلية. اه. عشان دي سور. روحت فنون تشكلية. تمام. لقيت برضو الراجل مسكوا عجبوا جدا. اه. قال لي بس احنا منسجل الصور بس. مش بنسجل التعليقات والتوسيق والكلام ده. فالاخر عملت ايه بقى? الراجل تعطف معي وكتب لي شكوة. قال لي دي شكوة دي تقدمها لوزير الثقافة. ممكن يتغير للقانون في وزير الثقافة وتقدر تسجله كحقوق ملكية فكرة. صراحة انا كنت تقعبت بقى جدا من اللف دوت وما روحتش لسه لوزير الثقافة ما قدمت الشكاوة على الحاجة. بس سجلتوا في دار الكتب. وبعد كده الحمد لله دار الكتب والوسائق القومية. فجأت بيها انها عملت لي ندو التكريم عن الكتاب. والمجهود المبزول به. لان المجهود المبزول فيه مش تكنيكا الفقط. على فكرة ده الكتاب برضو كله معمول بالكمبيوتر بدون ورقة وقلم. كويس. حتى الفونس المعمولة دي كلها مرسومة بالفوتشوب كأنها كأنها خط يدوي. كويس. فهم عجبهم جدا الفكرة وانه هو عمل وصائقي بالشكل دوت ينزل عن الصورة. فاعتبروه وثيقة لتوسيق الصورة وكرموني عملوا لي ندو التكريم في مكتبة سيدة مبروكة احدى مكتبات دار الكتب والوسائق القومية. اه. وكمان اخدوا الكتاب ووزعوه في جميع مكتباتهم. طبعا انا انا نداء بقى لوزير الثقافة ونداء لوزارة الخارجية ونداء لكل اماكن اه اللي ممكن تستغل هذا الكتاب لانه كتاب مصر صورتها كل العالم اشادت بيها. كل العالم. رؤساء الدول العالم كلها اشادت بيها. كتاب زي كده ممكن يترجم. ممكن بدل البلونات اللي هي باللغة العربية جوه. باللغة العربية ممكن تبقى انجليزية. وعلى فكرة ده حاجة مشرفة جدا. ان احنا ممكن نستغل اللي عمله احمد وعملوا على مسؤوليته وعملوا على اه بتكلفة من جيبه الشخصي. ليه ليه من 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 ما نستخدمش يا جماعة الحاجات اللي الشباب بيعملوها. ممكن تدير عائد جميل جدا لمصر. ازا ما كانش هيبقى مادة هيبقى معناوي. واحنا مش يعني في 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 بنقول للسياحة يا رب بتيجي. طيب. اقول لك ايه خطفة فجاحة. ليها جميلة جدا. اه. انت قلت يترجم. الكتاب حاليا بيترجم. كليس. وكمان تم اه عرض اه جالي عرض من شركة نشر الالكتروني جميلة جدا اسمها ايتي سيليوشن. نعم. هتقوم بنشر الكتاب الالكترونيا على اجهزة الايباد والايفون. هتحولوا الابليكيشن لبرنامج. وهينزل على اجهزة الايباد والايفون عن طريق اه موقع الالكتروني. ايه. فده برضو هيبقى شيء جميل جدا ان شاء الله. ولما يترجم كمان هيبقى في متناول جميع وهيبقى حاجة جميلة. انا يعني بناشد بقى اه وزارة الثقافة ان انا نفسي احصل على حاجة زي حوم الكتاب فكرية براية اختراع. الفكرة دي. لان الفكرة دي ما تنفذتش خالص. يعني اول مرة تعمل عندنا. ام. يعني اول مرة تعمل مطبوعة تنزل بقى زي شكل. ام. فهو ده دي 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 مشكلة. ام. اه. انما ان شاء الله ونفسي كمان اقدر اعمل بقى بقية الاجزاء. ام. ما تكونش بنفس العناق اللي عنيته. انا عندي فكرة بقولها لك برضو على الهواء انك انت ممكن تبقى فيه سيديهاية مصاحبة للكتاب. ممتاز. اكي انها اه برضو فيها الصور بحيس انك انت ممكن تحطها على كمبيوتر يتفرج عليها بشكل او بمزيكة مسلا معينة. ان شاء الله نحن نعمل سيدي بقى الفيديو. بقى اغاني الصورة. ممتاز تمام. بلا. حاجة حاجة جميلة فكرة ممكن تتطور بشكل كبير جدا وتبقى حاجة حاجة مميزة جدا. طبعا. خصوصا انك انت يعني ابتقرت حاجة جديدة في مجال الكتب. هي دي بقى عالميا. دي الحاجة اللي انا سعيد بها جدا او بقى. بقى. حتي ان انا ابتقرت دي بجد دي اللي انا حاسس اه فيها. احمد. احمد فودة صاحب كتاب البوم الثوار الابطال. ربنا وفقك. وشرفتنا ونورتنا احمد. ونتمنى انك انت نستضيفك تاني بقى في العدد التاني والتالت والرابع. ان شاء الله. ويكون في حد يكون سامعنا دلوقتي اهتم بالفكرة. لان الفكرة ممكن تتطور بشكل كبير جدا. ان شاء الله. مش مجرد تبقى. انا عندي عندي صور توسيقا لجميع ايام الصورة. تمام. وان شاء الله نقدر ننزل باقي الاجزاء بتاعة الالبوم. كويس اوي. واتمنى ان يجينا عروض من دور ناشر رائضة بقى في المجال. احمد نورتنا. بقى ايه بقية الاجزاء. احمد نورتنا وشكرا جزيلا لك الفكرة خلصت واليوم بتاعي خلص كمان. اه نورتنا احمد. اربنا يا خليك فاني. مشاهدين علىك سعيد ارجوكو. يا سادة يا مسئولين. الشباب عنده افكار هيلة. في كل المجالات. ارجوكو احنا عملنا صورة عشان الشباب يعبر عن رأيه. ويقول افكاره اللي ممكن فعلا تفيد بلدنا بشكل كبير. ارجوكو اهتموا بالشباب. نهاركو سعيد.